نزلات المعوية طول العمر يعني بتحصد مئات وآلاف من البشر على مر التاريخ يعني لما نعرف النزلات اللي هي كان بسبب الكوليرا وبسبب حاجة اسمها اليرسينيا اللي هي مشابهة للطعون دي كانت أرقام مرعبة والتيفود على مر التاريخ لكن الكلام ده في هذا الزمان لا قيمة له الحقيقة يعني النهار ده عندنا علاج لمعظم الأمراض لكن ما زال عندنا حاجة اسمها التسمم الغذائي التسمم الغذائي ده ممكن يبقى نتيجة حاجات فيروسية أو بكتيرية أو بارازايتس يعني طفايليات هو إيه الفرق معلش يا دكتور أصل الناس ربطت ما بين كورونا وما بين الإيكولاي دي بكتيريا ودي فيروس إيه الفرق يعني نقول للناس ببساطة كده الفيروسات ممكن تعمل نفس الأعراض إحنا مش هنقدر نفرق بينهم غير في المعمل يعني إحنا لما نقدر نقول إن كورونا بتعمل لنا أدوار برد وتقدر تعمل لنا نزلات معوية اليرسينيا ممكن تعمل أمراض أخرى مثلا وتعمل لنا برضو نزلات معوية زي حاجات الطعون يعني الطعون ده بكتيري فالكورونا فيروس أما الإيكولاي الإيكولاي دي ممكن تعمل مجموعة من أمراض كتير جدا يعني غير النزلات هي أولا عايشها معنا آه ده برضو مهم من نحن نقوله ده موجودة داخل البراز لو حصل اختلاط ما بينها وما بين الأكل اللي إحنا بنشربه وحصل لها نوع من النشاط ممكن تعمل لنا نزلة معوية نزلة معوية في منها نزلات مدممة يعني هيموراجيك إيكولاي تعمل لنا الدم ومخاط ده مش الشائع فيها لكن الشيجلة نوع من البكتيريا الأخرى اسمه شيجلة هل الناس يعنيهم أن هما يسمعوا إيكولاي وشيجلة لا لا يعنيهم ومش هيعرفوا الفرق بينهم صحيح تعنيه وإسهال مدمم الناس في مصر تعنيه التعنيه بالنسبة لها الأميبة مع أن الأميبة آه هي ممكن تعمل تعنيه لكن ليست كل الأشياء في حاجة سمعها جايرضي من المياه الملوسة طيب هل أجدى بينا نعرف أن في حاجات التهابات فيروسية زي النوروفيروس زي الفيروس ألف هيجينا من الأكل الملوس وفيروس ألف ده ممكن يعمل لي التهاب كبدي فيروسي ويقعد معايا شهر طيب إذا كان تم تحليل وأخذت عينات من الناس اللي راحوا المستشفيات في الأسوان بنقدر نعرف وقالوا بكتيريا إيكولاي هل أولا نقدر نعرف إيه الأسباب يعني إيه السبب اللي خلتها يختلط مع الأكل أو مع الجهاز العظمي عادة الكلام ده بيجي في المطاعم في المطاعم يعني تلوس الأكل تلوس الطعام وتلوس الماء تلوس الماء ده ممكن يبقى تلوس خزان في البيت يعني خزانات المنازل لو أنا عندي واحد مريض وبيستخدم الصرف الصحي بتاعه مش منضبط ويختلط بالمياه العادية وده ممكن يحصل في البيوت أنا عايز أكد إن المياه الشرب اللي جاينا من صنبور الماء المصري من أنقى أنواع المياه ده بتعريف جهاز الإنماء بتاع الأمة وده السباتات والعينات اللي اتخذت وإلا كان بقيت أقاليم أسوان حتى كومومبو وإدفو كده كنا شوف مياه السنبور المياه السنبور في مصر على مستوى مصر إحنا عندنا من أفضل محطات مياه التنقية في العالم يعني في بلاد في أوروبا مش هتشرب من مياه السنبور ما ينفعش تشرب من حرفية أول ما بتوصل بلاد كتير إحنا نقدر نشرب من مياه مصر الحقيقة دي ودي حاجة مش سهلة فالمياه عادة في مصر ده كلام نهائي ده الجهاز التنمية أو حاجة كده في الأمم المتحدة قالت كان ده منذ فترة طويلة لكن المشكلة لما نيجي نقول تلوث مياه ده ممكن يحصل داخل أعمال السباكة داخل المنازل الناس مش عاملة احتياطات مظبوطة الناس اللي بتشهر في هذه الأعمال مش مهرة داخل المنازل في البناءات الإنشانية خاصة في الحاجات اللي هي الغير يعني اشتركوا في القناة